أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أخواتي الأعزاء في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم الحوارات الملائكية ودائما نقول أن هذه الحوارات التي نحن نقدمها لحضراتكم هي حوارات من أجلك أنت أيها الإنسان المؤمن هي من أجل إسعادك ومن أجل فرحتك ومن أجل أن تكون أنت وأسرتك ومن تحب سعيد الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدب الحياة ورقي الحياة وسموه الحياة والذوق الرفيع في هذه الحياة فيحذرنا صلى الله عليه وسلم ويقول من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة العنو وإن كان أخاه لأبيه وأمه فبيعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أننا نحترس من أن يشير رجل إلى رجل أو رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل بحديدة فما بلكم بما يقدم الآن باسم أنه يمزح بالسيوف وشيل سيوف وبيضرب بالسيوف وحتى أن هناك رقصات تسمى الرقصات بالسيوف وتؤدي بعد ذلك إلى معارك ونرى دماء ونرى قتلى ونرى أناس بأمور لا يحمد عقبها لماذا؟ لأننا لم نتأدى بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ننتهي بنواهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا وقال من أشار إلى أخيه بحديدة ولم يكل سيف ولم يكل بسكينة ولم يكل بخنجر ولم يكل بشافرة ولم يكل بأشبرة هل تبالحب دي كلها أنواع من الأسلح صليتوا عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم فمهم جدا جدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهم جدا جدا أننا لما بنتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقينا جميعا لعنة الملائكة لأن الذي يشير إلى أخيه بحديدة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تلعنه الملائكة تلعنه الملائكة تخيلوا كده إنسان عامل فيها أبضاء وعامل فا بأراجل وبتاعه وماشي طايح في الناس يضرب ده بخنجر ويضرب ده بسكينة وده عشان يبقى بطل طيب انت عايز تبقى بطل واحنا عايزينك كمان تبقى بطل ولكن في طاعة الله تبقى بطل روح اتمرن روح كن قاوة في لعبة معينة العب فنون العب بالفنون الفنون القتالية اللي انت نفسك فيها دي العبها من خلال الرياضة العبها من خلال المصرع العبها من خلال النشان العبها من خلال هنا العب كمال اكسام العب من خلال كل الالعاب التي يعني العب القوة العب من خلال العب السباحة يعني خد بطلات وكن بطلا عالميا فيما يرضي الله تبارك وتعالى لان الذين يحملون يعني الحديد والذين يحملون الاسلحة تلعنهم الملائكة وايضا يفسدون في مجتمعاتهم ما بالك بانسان فسد وماشي يقتل هذه ويقتل هذه تحبه فيروح يقتلها هذه مش عارف ايه فيروح يقتلها وهرج ومرج لاننا خلفنا منهج النبي صلى الله عليه وآله 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 في معية الله تبارك وتعالى في آداب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذرنا أن نحمل هذه الحديدة أن نحملها وأن يضرب يعني أو يشير النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول في الحديث يضرب إنما قال من أشار من أشار فقط مش ضرب من أشار من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه من أشار فما بالك باللي بيضرب ده الملائكة تعمل فيه إيه ده من أشار لعنته الملائكة من أشار فقط ولذلك من يكون في يده سكينة لا يشير بها إلى أحد لا يشير بها لأنه يدخل في هذا الحديث الذي قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم ودايما عندنا الأمثلة السلاح يطول السلاح عليشطان السلاح غدار الكلام ده كله إذن حينما ننتهي مما نهان عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستسلم المجتمعات يعني مجرد الإشارة أنت ستنتهي عنه سيسلم من يقف أمامك سيسلم من يقف أمامك ويعلم أنك مصدر للسلم ومصدر للأدب ومصدر الاحترام ومصدر التقدير وسيقف عند حدوده ويعلم أنك وقفت حتى لا تلعنك الملائكة ووقفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تشير إلى أخيك بهذا السلاح ما أجمل هذا الهدي النبوي ما أجمل هذه الأداب النبوية الرائعة الجميلة حتى في سلوكياتنا وما أجمل أن ترانا الملائكة ونحن في أبهى صورنا وفي أبهى آدابنا وفي رقي ذوقنا الرفيع في تعاملاتنا مع بعضنا فحينما ننتهي مما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم نهانا عنه صلى الله عليه وسلم أن نشير إلى بعض بحديدة سيسلم المجتمع سيصبح المجتمع آمن حينما ننتهي مما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن تلعن الملائكة الملائكة تدعو لنا بالرحمات والبركات لماذا؟ لأننا سنكون في مرضات الله تبارك وتعالى في كل أمور حياتنا إذن علينا نتأدب بما هدانا إليه وعلمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء رحمة للعالمين الذي حذرنا من كل شر وأمرنا بكل خير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحينما نتربع على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستصبح هذه المجتمعات مجتمعات آمنة ستصبح هذه المجتمعات مجتمعات مطمئنة ستصبح هذه المجتمعات مجتمعات مسالمة ستصبح هذه المجتمعات مجتمعات متحبة ستصبح هذه المجتمعات مجتمعات متصدقة وما أروع أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعون إلى كل جميل إذن فلنحترس أن يحمل أحد منا حديدة ويذهب ويشير بها إلى أي أحد نحترس من أن نحمل أي حديدة ونشير بها إلى أي أحد كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم لماذا حتى نحيا حياة كريمة ولا تلعن الملائكة لماذا حتى نحيا حياة راقية ولا تلعن الملائكة لماذا حتى نحي حياة السلام ولا تلعن الملائكة لماذا حتى نكون من الذين رضي الله عنهم مش من الذين لعنهم الله إذن حينما تلعن الملائكة الملائكة لن تلعن إلا إذا ولياز بالله هذا الإنسان ملعون فتلعنه الملائكة فالملائكة تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى ولا تفعل شيء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يفعلون أشياء من عند أنفسهم لو لم يكن هذا الإنسان الذي أشار ملعون عند الله ما لعنته الملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلنحترس من هذه الإشارة التي نهان عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحترس من هذا السلوك الذي لا يؤدبنا إلى سعادتنا وسعادة مجتمعاتنا وسعادة أمتنا وسعادة بيئتنا وسعادة شوارعنا وبلادنا ومجتمعاتنا نحترس من ذلك لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أولادكم ويبارك لكم في أعماركم ويبارك لكم في نسائكم ويبارك لكم في حياتكم ويبارك لكم في بلادكم ويبارك لكم في مجتمعاتكم ويبارك لكم في شبابكم ويبارك لكم في نسائكم ويبارك لكم في كل ما تحبوا أن يبارك الله لكم فيه وإن شاء الله نلتقي معكم في برنامجكم الحوارات الملائكية في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته